قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سيليفن أن إيران تمثل تهديدا مزعزعا للاستقرار وخطيرا لمصالح أمريكا ومصالح حلفائها مشيرا إلى أن إيران تقود رؤية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط التي تسعى إليها الدول ذات نيات حسنة منذ فترة طويلة وأكد أن واشنطن تشعر بقلق بالغ بشأن برنامج إيران النووي ومصممة على منعها من الحصول على سلاح نووي في المقابل جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تأكيد أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي مرتقب سيكون محسوبا ومتناسبا من جهته حذر قائد الحرص الثوري الإيراني حسين سلامي حذر إسرائيل من مغبة ضرب إيران وقال بأنها سترد وهذا فيما يخص منظومة الثاد المحدودة وقال أنه لا يمكن لإسرائيل الانتصار في الصراع الدائر حاليا وسيتم هزيمتها وأضاف سلامي أن إسرائيل التي تعتمد على 98% من اقتصادها على البحر عليها أن تفكر مليا بقراراتها وأكد سلامي أن إيران تترصد لإسرائيل وأن الأمريكيين يرتكبون خطأا بربط سياساتهم بإسرائيل بعد الخسائر التي تعرض لها أذرعها في لبنان المتمثل بحزب الله يبدو أن إيران ستعتمد أكثر على الحوثيين خلال مواجهتها المتوقعة والمرتقبة مع إسرائيل فبعد 24 ساعة على تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالنت جاهزية قواته وطياريه للرد على إيران خرج الحرس الثوري الإيراني مهددا إسرائيل بشل اقتصادها الذي يعتمد بنسبة 98% على البحر كما قال تهديدات الحرس الثوري بإغلاق مسارات الملاحة أمام إسرائيل تأتي بعد مرور نحو عام على بدء الحوثيين ما وصفوها بمعركة إسناد غزة عبر شعار وحدة الساحات حيث دأب الحوثيون على استهداف العديد من السفن التجارية بذريعة توجهها إلى إسرائيل أو امتلاكها من قبل رجال أعمال إسرائيلين استهداف الحوثيين للملاحة تنوع ما بين قصف السفن بالمسيارات والقوارب المفخخة والصواريخ التي كان من أبرزها استهداف ناقلة النفط اليونانية سونيو في شهر أغسطس الماضي والتسبب في جنوحها أمام سواحل اليمن على البحر الأحمر تهديد الحوثيين للملاحة البحرية تسبب في انخفاض عدد السفن المرة عبر مضيق باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن والتامين وهو ما أسفر عن تشكيل تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل التصدي لهذه التهديدات بل وقصف مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ والمسيارات بدءا من شهر مارس من العام الجاري وعلى مدار ثمانية أشهر مضت الحوثي لم يكتفي باستهداف الملاحة بل صعد واستهدف عددا من المدن الإسرائيلية إيلات وتل أبيب من بينها وحول الأخيرة باشر الحوثي بإطلاق المسيارات إلى أن نجحت إحداها خلال الشهر يوريو الماضي باختراق دفاعات الإسرائيلية وستهداف أحد مبانيها تصعيد قابله الجيش الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة بقصف ميناء الحديدة ولأول مرة بعملية نوعية طويلة المدى على بعد أكثر من 1700 كيلو متر هي المسافة بين إسرائيل واليمن وقبل أقل من شهر صعدت إسرائيل من قصفها على مواقع الحوثي خاصة تلك الواقع في مدينة الحديدة حيث استهدفت محطة الطاقة ومخازن النفط بميناء رأس عيسى وبالعودة إلى تهديد الحرس الثوري الإيراني بنقل المعركة مع إسرائيل إلى عالي البحار عبر بوابة اليمن سيجعل تل أبيب أمام حتمية استمرار توسيع معاركها ومواجهة وضع كثيرا من تقده نتنياهو الذي طالب المجموعة الدولية بوقف استهدافات الحوثي للملحة موسيقى 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 من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية دكتور إدمون غريب ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين روي وران ونناقش معكم بشكل مباشر ما يجري فيما يخص كلام حسين سلامي دكتور حسين أبدأ من عندك إلى أي حد بالفعل ورقة الحوثي هي الورقة التي يمكن لطهران أن تلعب بها الآن عقب احتراقي نصف ورقة حزب الله فيما يجري في الداخل اللبناني حتى اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا يعني إيران هي تمتلك أولا ثلاثة آلاف كيلو متر سواحل وهي مشرفة في منطقة الخليج والمحيط الهندي وهذا الإشراف هو يسمح لها أن تتعامل مع السفن الإسرائيلية الذاهبة إلى جنوب شرق آسيا من هنا يعني إيران هي تمتلك الورقة الأقوى في هذا الإطار يمكن يعني لأنصار الله في اليمن أن يقوموا بدور ما باعتبار أنهم يعني يشرفون على باب المندب وعلى المحيط الأحمر وبحر العرب ولكن في تصوري هو يتكلم عن البحرية الإيرانية التي تمتلك قدرات هائلة ومتواجدة في المحيط الهندي وإذا ما كان هناك قرار سياسي باستهداف السفن الإسرائيلية أتصور أن إسرائيل يجب أن تستغني عن التجارة مع جنوب شرق آسيا طيب دكتور أدمون مسألة التحذير هذا الذي أتى على لسان قائد الحرس الثوري في إيران إلى أي حد بالفعل يؤخذ بجدية وجدية ليس من إسرائيل حسب بل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن السفن العابرة في تلك المنطقة ليست إسرائيلية أو يملكها رجال أعمال إسرائيليين كما يقول البعض تحياتي لك والدكتور حسين أولا يجب أن نرى حروب ونرى أطراف متصارعة فأن الضحية الأولى أحيانا هي الحقيقة وبالتالي فإن كل طرف يحاول أن أحيانا أن يزيد أو يرفع من خسائر حدث عن خسائر مضاعفة للعدو وبالتالي هذا ما نسمعه هذه الأيام من جميع الأطراف ولذلك أعتقد أنه في الوقت الذي بدون شك سمعني مثلا من وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه يحدر إيران من الرد ويحدر أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا قامت باهظا جدا إذا قامت بالرد وبالتالي وأنها ستواجه ضربات قاسية فأنا نرى أيضا ردود مماثلة إلى حد ما من قبل الإيرانيين بدون شك أن إيران لن تكون هدفا سهلا بالنسبة لإسرائيل لأنها لو كانت هدفا سهلا لأنها هي تتحدث والقيادة الإسرائيلية الحالية نتنياهو منذ التسعينات في القرن الماضي وهو يقول أنه يريد مهاجمات وتدمير القدرات النووية الإسرائيلية ولكنه لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك ليس لأنه لم يكن يرغب في ذلك ولكنه يبدو أنه لم يكن قادرا على ذلك أو لأنه كان يعتقد أنه إلى حد كبير ملجوم أو ملتجم يتم التجامه ولذلك أعتقد أن ما نراه الآن هو أن إيران لديها قدرات هائلة وكذلك إسرائيل لديها قدرات هائلة في عسكرية الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية متطورة ومتقدمة قدمت لها أسلحة حديثة قدمت لها منظومات دفاع ضد الصواريخ العالية للارتفاع مثل نظام منظومة فاد وبالتالي في نفس الوقت أيضا أن الإيرانيين أيضا لم يكونوا متفرجين فهم طوروا قدرات كانت بعض الصواريخ الباليستية صواريخ فرد صوتية ربما حصل البعض يتحدث ربما عن مساعدات تأتي من روسيا كل هذه الأمور تدفع إلى أعتقد بأن الأمور لن تكون بسهولة التي تتحدث عن القيادات الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر